علة صلح الامام الحسن عليه السلام مع معاوية بن ابي سفيان ورد في الروايات عن اهل بيت العسمة عليهم السلام انه بعد خذلان ناصريه قام الامام الحسن عليه السلام بعقد الصلح مع معاوية ليحفظ ما تبقى من شيعة امير المؤمنين عليه السلام ففي الرواية عن ابي سعيد قال قلت للحسن بن علي بن ابي طالب عليه السلام يا ابن رسول الله لما هادنت معاوية وصالحته وقد علمت ان الحق لك دونه وان معاوية ضال باغ فقال يا ابا سعيد علة مصالحتي لمعاوية علة مصالحة رسول الله صلى الله عليه وآله لبني ضمرة وبني اشجع ولأهل مكة حين انصرف من الحديبية ولولما اتيت لما ترك من شيعتنا على وجه الارض احد الا قتل وفي رواية اخرى قال عليه السلام ردا على المعترضين على الصلح ويحكم ما تدرون ما عملت والله الذي عملت خير لشيعتي مما طلعت عليه الشمس او غربت وحينما خوطب الامام الحسن عليه السلام بيا مذل المؤمنين قال عليه السلام ما انا بمذل المؤمنين ولكني معز المؤمنين اني لما رأيتكم ليس بكم عليهم قوة سلمت الامر لابقى انا وانتم بين اظهرهم كما عاب العالم السفينة لتبقى لاصحابها وكذلك نفسي وانتم لنبقى بينهم وقال عليه السلام لاظهار الحجة على المسلمين ان والله ما يثنينا عن اهل الشام شك ولا ندم وانما كنا نقاتل اهل الشام بالسلامة والصبر فشيبت السلامة بالعداوة والصبر بالجزع الا وان معاوية دعان لامر ليس فيه عز ولا نصفة فان اردتم الموتى رددناه عليه وحاكمناه الى الله عز وجل بظب السيوف وان اردتم الحياة قبلناه واخذنا لكم الرضا فناداه الناس من كل جانب البقية البقية وامضى الصلح وفي حديث الشيخ المفيد قال وسار معاوية نحو العراق ليغلب عليه فلما بلغ جسر منبج تحرك الحسن عليه السلام وبعث حجر ابن عدي فامر العمال بالمسير واستنفر الناس للجهاد فتثاقل عنه ثم خف معه اخلاط من الناس بعضهم شيعة له ولابيه عليه السلام وبعضهم محكمة يؤثرون قتال معاوية بكل حيلة وبعضهم اصحاب فتن وطمع في الغنائم وبعضهم شكاك وبعضهم اصحاب عصبية اتبعوا رؤساء قبائلهم لا يرجعون الى دين ونظر الامام الحسن عليه السلام بعد حوادث جرت في تلك الاثناء في امر الناس فازدادت بصيرته عليه السلام بخذلان القوم له وفساد نيات المحكمة فيه بما اظهروه له من السب والتكفير واستحلال دمه ونهب امواله ولم يبق معه من يأمن غوائله الا خاصة من شيعته وشيعة ابيه امير المؤمنين عليه السلام وهم جماعة لا تقوموا لاجناد الشام فاستجاب للصلح وعن سليم بن قيسن الهلالي قال قام الحسن بن علي بن ابي طالب عليه السلام على المنبر حين اجتمع مع معاوية فحمد الله واثنى عليه ثم قال ايها الناس ان معاوية زعم اني رأيته للخلافة اهلا ولم ارى نفسي لها اهلا وكذب معاوية انا اولى الناس بالناس في كتاب الله وعلى لسان نبي الله فاقسم بالله لو ان الناس بايعوني واطاعوني ونصروني لأعطتهم السماء قطرها والارض بركتها ولما طمعتم فيها يا معاوية وقال في معرض الجواب عن سؤال احد المعترضين على الصلح والله ما سلمت الامر اليه الا اني لم اجد انصارا ولو وجدت انصارا لقاتلته ليلي ونهاري حتى يحكم الله بيني وبينه ولكني عرفت اهل الكوفة وبلوتهم ولا يصلح لي منهم من كان فاسدا